رحكي فيه على الاحوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي لبرج الحمل بدي اقول ونواه هلا شاغلي على انه هزي القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العزاب لبرج الحمل رح نشو شو بخبئ لون شهر جون بداية تانية بشرح عم شوف طاقتك كأنه انت عم شوف عندك راغبة ملحة انه تبتعد عن كل شي عم يسبب لك قلم عم شوفك في حديث مع النفس عم تتقلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة عم شوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة عم شوفك مو بتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك ألام سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شيء ممكن وارد جدا انه يكون حب او علاقة حب عم شوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك برج الحمال اوكي بالنسبة لطاقة الشريك فانا عم شوفه لهذا الشخص ممكن تتعامل مع ابراج نارية او مائية او ترابية وارد جدا انه تكون تتعامل مع برج العذراء عم شوفك عم شوفه للشريك هذا الانسان كتير محبوب بحسه شخص محبوب كتير شخص حسس انه احب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عم شوفه مبتعد عنك اوكي عم شوفه ياخد خطوة لورا او مبتعد عنك في فراق في خصامات في ابتعاد اوكي اا كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمتو انتو يا برج الحمال انتو والشريك على انه تاخدوا قرار ترجعوا لورا او تبتعدوا عن بعض اوكي في قرار اخد بشأن العلاقة عم شوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عم شوفك عم تظهر بطاقة ال queen of swords كانو مقفلك لي العبويب ما عم تفتحها لهذا الانسان اوكي عم شوفك تاخد طاقة الانسان كأنو اخدوا قرار انتو والحبيب انو ما تحكموا مع بعض وكأنو حسمتو قراركن اوكي عم شوف كدالك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انو بتعد عناك انو افترقتو اوكي ممكن في في غرور بالعلاقة شوي وكل واحد عندو كبرية كتير عالي لهيك انتو ما ملتو خطوة انو ترجعوا لبعض في في نوع من الايغول كتير عالي وعم شوف على انو هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمل اوكي كتير مصدوم انو بتعد عنك حتى انتو لا انكر انو عم تقاوم انو بتكابر يا برش الحمل عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلي مع نفسك وعم تعيد قراراتك كتير يعني كأنو بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن اللي عزت نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انو تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم يعني كأنو حسيت حالك انت نهانت كرامتك اوكي لهيك انت اتخد قرار انو تبتعد عن هذا الانسان اوكي بالنسبة لعم شوف بالنسبة للشريك عندو راغبة ملحية سراحة انو انو يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت اليه عندو هيك راغبة داخلية حتى لو لم يحكيها الى الك او لم يبدي هذه الاشيه الى الكهو عندو راغبة داخلية انو العلاقة تستمر ويكون في صلحة بس بالنسبة لقلك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك ااااااااا تخليك حتى عندك عائق انو تستمر بالعلاقة عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببت لك مشاكل عائلية خلتك انه تراجع كتير اشي ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور عمشوف برج السيرطان الحوت عمشوف كدلك برج العبراء صراحة في كبرياء كتير عالي في كتير كبرياء وهيك عم يعني هاد الورقي تقتي لتأكيد هذا الامور يعني كأنه في كبرياء عالي بالنسبة لك وبالنسبة للشركة كذلك عمشوفك بالوقت الحالي انت موجوع جدا موجوع جدا هاد العلاقة ومن الشركة كذلك وممكن تحس انه العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع او يعني صياغة العلاقة من جديد عمتحسوا انه العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن التطور فيها بالنسبة له هو يرغب عنده رغبة شديدة انه تكون في رجع انه تكون في صلحة لانه عمشوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه او فاتح يده لا يمسك الكاس كاس الحب بس انت بالعكس انت حاسس بخسار داخلي وفي علم داخلي ما فيك تقاوم هذا العلم سراحة الاول علاقة كما تظهر على انه في كبرياء كتير عالي في حنين لبعض عم تحنوا لبعض انت عمشوفك متألم اكثر من الشريك الاخر كأنه كبرياءك تحطم وبرج الحمل عنده كبرياء كتير عالي هو هو برج العسد كتير كبرياء عالي وما بيكأنه بيحس حاله نخدش داخليا بالنسبة صراحة للخطوة القادمة ما عمشوف خطوة عمشوف ان الاوضاع راح تظل هيك جافة بينيتكن راح تظل في قطيعه راح تظل في ابتعاد عن بعض وكل واحد راح يذهب لطريق الابتعاد اوكي بس في يعني انا عمشوف في كسرة قلب كتير كبير اللي عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبلا للعلاقة عنده تطور لانه في كبرياء كتير عالي وكمين عمشوف على انه الورق ينصحك لاتجاه الى التأمل الى البحث عن الذات اوكي اذا كانت هذه العلاقة تجرحك او تعطيك اشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول انه تبحث عن اشياء اخرى ترتقي بيها روحيا اوكي الصلاة البحث عن النفس الكتب تقرأ كتب علم نفس انه تطور من حالك هذه الاشياء عم تساعد الانسان انه يتطور روحيا بس ده العلاقة عم تعمل لك كأنه انت عم تهوي بك الى الظلمات نفس عميقية او انه عم تفكر بشيء من السلبية لا لاحيك عم يقلك انه حاول انه تكون اوبتميستيك او متفاعل بالحياة انه لازم تكون بوزيتف ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك او دهنك او تخليك انت عم تفكر بسلبية حاول انه تاخد الامور بسلاسة حتى لو ما كان هذا الانسان هو المناسب لعلك حاول تطلع على الاشياء الايجابية بالحياة حاول تكون ايجابي والعلاقة يعني تتسبت منا خبرات يعني هذه الخبرات رح تساعدك من يعني بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير اشياء اوكي بالنسبة للوضع العام او الوضع عم شوف على انه في شيء جديد رح يكون بجانبك او الحط رح يكون بجانبك شيء يتعلق بممكن اذا عندك رغبة انه في اطفال او في انجاب ممكن يكون في انجاب اوكي عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس عم شوفك تهتم بالجانب الروحي اكثر عم شوف كدلك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة عم تتجه نحو العمل وكذلك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصدقات والاهتمام بالاخرين اوكي بس عم شوف في باب رح يفتح امامك هذا الباب ممكن يكون اذا يعني كنت تبحث عن طفل او عم شوف على انه في ممكن في او في احتمالية انه تكون حامل للمرأة وهيدي اكيد واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل اوكي ما عم شوف كدلك على انه عم شوفك تتجه للعزلة عم شوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة ما عم شوفك عم تخالط الناس عم شوفك محدد كأنه حدد او قعد تحديد كتير اهداف الحياة كأنه عم ترسم اهداف جديدة بالحياة هذه الوقفة مع النافس اللي انت عم تمر فيها بشهر شون عم تخليك عم ترتب اهدافك عم ترتب اولوياتك عم تاخد الامور بشكل اخر اوكي عم شوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وحقيق مرادك يا برش الحمل عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف ابويب تفتح اذا انت اذا كنت عم تبحث عن عمال وخاصة الناس اللي عم تشتغل باللي بدت عمال يعني مثلا ممرضين اطباء بكل ما يتعلق بالنوتشورين او بالمساعدات الناس الاخرين فعم شوف انه هاته الابويب ستفتح امامك ممكن كذلك على انه ستفتح كتير ابويب خير وخاصة اذا كنت بالفترة السابقة في مشقات وفي عناء كتير كبير فانا عم شوف الامور رح تتحلحل اذا كان عندك ركود بالعمال عم شوف الامور بالعمال عم تتحلحل كذلك عم شوف في راخبة انه تحقق اهدافك واحلامك الدفينة عم شوف في مدخول مادة جديد رح يأتي اليك يا برج الحمل اوكي لهيك بقلك stay optimistic يعني تضل اجابة انه الاوضاع ستتغير الحدس رح يكون بجانبك وفي ابويب يعني عم شوف في ابويب جديدة رح تفتح اذا انت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك او ممكن ابويب رزق جديد تفتح امامك بس ممكن انت لازم تعمل الخطوة اوكي؟ او ممكن في صدق انت عملته يا برج الحمل ستقف امام اهدافك ستقف لمساعدتك في تحقيق احلامك كأنه الكارما رح تجازيك على هذا الهدف أو على هذا الخير التي عملته بتحقيق أهدافك عمشوف على أنه الوقت الحالي أو جون يخدم تطلعاتك العملية والتطلعاتك الروحية أكثر من العلاقات ما عمشوف العلاقات ركزة معك بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا بما يتعلق بالأوضاع العملية بالنسبة لطاقة العزيب عمشوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك رح يحاول أنه يجدد العلاقة أو يبدأ بداية جديدة معك عمشوف أنه بيظهر بطاقة دفول أو دلوفرز كذلك يعني ممكن يكون من برج الرزع أو من برج الثور عمشوف عم يبلش حكي معك بهذا الوقت وعم يريد يعني إبداء أو يريد صلحة أو بداية جديدة معك بس عمشوف أنه أنت أنت يعني متخوف جدا من العلاقة ما عمشوفك عم تغامر كتير عمك أنه أنت متخوف ومسكل الأبيب عمشوفك كذلك على أنه أنت فكرك مشوش أو إذا عندك خلفية أو إذا كان عندك تخوف أو كانت عندك إكسبرينيس منها حلوة من الماضي مع هذا الأنسان فأنت متخوف أنه تبدأ بداية جديدة معه عمشوفك بتراجع أولوياتك يعني متخوف جدا وممكن إذا حتى في راجعة مع بعض أنه في صلحة ورح تفتح له باب الصلحة فأنا عمشوفك هذا يعني هذه العودة رح تأخذ وقت ممكن رح تدرس العلاقة أو رح تدرس هذا الشخص تدرس نيته كتير سراحة عمشوف عمشوف في رغبة أنه هو يكون معك عمشوفه بقدم كاس الحب عمشوفه حتى هو تغير كأنه مر من مرحلة حاول يراجع أولوياته كذلك حتى هو لأنه هو مر من مرحلة الديث أو الموت الموت الفعل مش موت الفعلة بس هو موت مجازة يعني انتهاء شيء وبداية شيء الإنسان هذا مات فيه شيء واكتشف أشيء أخرى كأنه بدأ عنده وعي خاص ممكن هذا الإنسان تكتشف أنه أنت الشخص المناسب أو اكتشف فيك أشيء ما كان عم يشوفه قبلا وتعرف عليها واكتشفه وراجع نفسه وعم يشوفه عم يتقدم لإلك عم يطلب السماح عم يطلب راجع هدا كل شيء صراحة أنا عم يتلع لك يا برش الحمال أتمنى لك كل الخير والمسررات وما تنسوا تعملوا لي لايك وصابسكويرب لقناتي وشكرا لعيدكم